كافانكات اشتركوا في القناة تفعيلاً استراتيجية المديرية العامة الأمن وطني في محاربة الظاهرة الإجرامية بشتى أنواعها وتعزيزاً للدور المصالح الأمنية اللام ومركزة تم إحداث الفرقة الجهوية لتقنية المتفجرات بولاية أمن طنجة هذه الفرقة تأتي في إطار مشروع متكامل وضخم يهم إحداث سبع فرق جهوية على مستوى المملكة المغربية ومن ضمنها ولاية جهة طنجة طوان الحسيمة كما لا يخفى عليكم أن المديرية العامة الأمن وطني رصدت لهذا المشروع الضخم بإمكانيات بشرية ومادية جد مهمة تتمثل في الأساس في تكوين وتأهيل العنصر البشري ووضع رهن إشارته الوسائل المادية والتقنية الكافيلة بأداء مهامه في أحسن الظروف ومن بين المهام المنوطة بهذه الفرقة الجهوية لتقنية المتفجرات الكشف عن المواد المشبوهة أو المتفجرة إبطال مفعول المواد المتفجرة تقليدية الصنع وكذلك المشاركة في تأمين الملتقيات والتظاهرات الكبرى سواء كانت منها سياسية أو تقافية أو رياضية